في حين يلوح الضوء في آخر النفق مبشراً بنهاية جائحة كورونا وتتسابق الدول لإطلاق حملات تلقيح لشعوبها ضد الفيروس يبدو طريق القضاء عليه ما زال طويلاً مع حصده كثيراً من الأنفس الولايات المتحدة سجلت أعلى حصيلة يومية منذ إبريل الماضي بلغت أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا وأكثر من مائتين وعشرين ألف إصابة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة بحزب إحصاء جامعة جونز هوبكنز أما أوروبياً فسجلت هيئة الصحة العامة في فرنسا أكثر من أربعة عشر ألف إصابة جديدة وما يقارب ثلاثمائة وفاة خلال الساعة الأخيرة في ألمانيا طالبت المستشرة أنيالا ميركل بتجديد القيود لحفظ الإصابات بكورونا بعد أن وصل عدد الوفايات اليومية مستوى قياسياً فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعضية أنها سجلت أكثر من ثلاثة وعشرين ألف إصابة وأربعمائة وأربعين وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وفي وقت تثير فيه سرعة إجازة اللقاحات كثيراً من الجدل دعت السلطة البريطانية إلى عدم تضعيم الأشخاص الذين أصيبوا بحالات حساسية شديدة في الماضي بلقاح فايزر بايونتيك وذلك بعد أن أظهر شخصان ردة فعل سيئة بعد تلقيهما الجرعة الأولى من اللقاح أما مستردام مقر وكالة الأدوية الأوروبية فقد بدأت سلطتها في التحقيق والتقصي في حادثة تعرض الهيئة لهجوم إلكتروني حيث يأتي الهجوم بعد تحذيرات من عمليات قرصنة إلكترونية قد تستهدف مختبرات وشركات أدوية غربية على صلة بالجائحة وأصدرت شركة فايزر المصنعة للقاح كورونا بيانا كشفت فيه تعرض وثائقات تتعلق باللقاح للقرصنة خلال الهجوم ومع اقتراب أعياد الميلاد التي تجتمع فيها العائلات تزداد المخاوف وترتفع أصوات التحذيرات بشأن زيادة الإصابات وتظل أقصى أمانية العام الجديد أن يطوي العالم صفحة معاناة جائحة كورونا ضمن برنامج وطني بدأت المستشفيات ومراكز توزيع اللقاحات في بريطانيا الثلاثاء اعطاء لقاح شركتي فايزر وبايونتيك لكبار السن والعاملين في المجال الصحي في جميع أنحاء البلاد لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة تقدم اللقاح الفعال بنسبة 95% ولم يتم كشف أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة ولكن ماذا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية تقول نشرة معلومات المريض المرفقة مع لقاح فايزر وبايونتيك تقول إنه لا ينبغي إعطاؤه للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أي مادة في اللقاح وحذر مسؤولون في بريطانيا من ذلك مؤخرا بعد أن عانى عاملان في الخدمة الوطنية البريطانية من أعراض وبحسب نشرة المعلومات علامات رد الفعل التحسسي قد تشمل طفحا جلديا وحكا وذيقا في التنفس وتورما في الوجه أو اللسان وبناء على ذلك وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية نصحت أي شخص لديه تاريخ من رد فعل تحسسي كبير تجاه لقاح أو دواء أو طعام أن لا يتلقى اللقاح ويجب إجراء التطعيم فقط في المرافق التي تتوفر فيها إجراءات الإنعاش ومن المتوقع أن يكون لدى خمسين ألف إلى مئة ألف شخص رد فعل سلبي مقابل كل مئة مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال الأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة للمزيد ينظم إلينا من لندن عبر سكايب الدكتور بيلال زعيتر الصيدلي والخبير في الصناعات الدوائية واللقاحات مرحبا بك معنا دكتور يعني تحذير لمن لديهم حساسية ولكن لم يتم تحديد أنواع الحساسيات كما تعلم توجد أنواع وتوجد مستويات أيضا هناك مستويات خفيفة متوسطة وأيضا مستويات خطيرة من الحساسية من الفئة التي تشملها أو يشملها هذا التحذير لو تعطينا أكثر تفاصيل لو تكرر طبعا هذا التحذير الذي صدر بالأمس هو تحذير روتوني موجود في كل الأدوية التي نتناولها طبعا كما ذكرت هناك أناس لديهم حساسية بسيطة وهناك حساسية متوسطة وهناك أناس لديهم تاريخ مرضي من الحساسية الشديدة جميعنا نعلم عن حساسية الأطعمة هناك بعض الناس لديهم حساسية من بعض المكونات في الأطعمة هؤلاء الذين لديهم ردود فعل تحسسية شديدة هم ليس فقط ممنوعون من أخذ لقاح فايزر بايونتك أو لقاح الكورونا المستجد وإنما هم ممنوعون من أخذ أي نوع من أنواع اللقاحات الشائعة ما حصل بالأمس هو بالتأكيد خطأ في تعبئة البيانات هناك دائما عندما نقوم بأخذ أي لقاح فإننا نقوم بملء استمارة نضع فيها أنواع الحساسية الموجودة لدينا وهذا إجراء شائع بتوقع أن جميع من أخذ لقاح في حياته قد قام بملء هذه القسيمة فما حدث بالأمس هو أنه لم تكن هناك ذكر لهذه المعلومة عند شخصين من الذين تناولوا اللقاح هل الأمر كذلك دكتور خطأ في تعبئة الاستمارات قبل تلقي اللقاح أم أن اللقاح بحد ذاته ربما لم يخضع لكل التجارب الضرورية خصوصا أنه تم إنجازه في وقت قياسي وقت قصير جدا بالتأكيد أخي الكريم اللقاح خضع لجميع إجراءات التقصي التقليدية لم تتم التضحية بأي إجراءات الأمان أو السلامة بل حتى أن ذكر في التقرير أن النشر المرفقة مع اللقاح توصي بعدم إعطائه لمن يعانون من الحساسية الشديدة فبعد التحقيق الذي حدث بالأمس ما حصل هو خطأ إجرائي لم أي شخص مرضى الحساسية الشديدة يعرفون أنفسهم أخي الكريم هناك على سبيل المثال القوانين البريطانية متشددة جدا بموضوع الحساسية من يعيش هنا في المملكة المتحدة يعرف أن المطاعم على سبيل المثال عندما تقوم بطلب أي وجبة يسألونك هل لديك حساسية اتجاه أي مكون من مكونات الطعام فهذا الأمر موجود هناك أشخاص لديهم حساسية من أطعمة تقليدية كجوز الهند أو الشوكولاتة مثلا فهل نستطيع أن نقول أن جوز الهند هو خطير؟ بالطبع لا ولكن يجب على كل شخص عندما يقوم بتناول التطعيم أن يقوم بإضاحة إذا كان يعاني في الماضي من نوبات حساسية شديدة أم لا التحذير الذي صدر بالأمس هو تحذير مخصوص فقط للمرضى الذين لديهم الماضي بالحساسية نعم إذا كان المريض يعاني من حساسية طيب ما هو البديل بالنسبة لهؤلاء؟ طبعا هناك قد يكون الحساسية تجاه مكون بلقاح فايزر بيونتيك فهؤلاء عليهم الانتظار إلى حين صدور لقاحات أخرى بمكونات مختلفة دعنا لا ننسى أن هناك حوالي العشر لقاحات التي ستنزل إلى الأسواق خلال الثلاثة إلى ستة أشهر القادمة لا يعني أن وجود حساسية لمكون من لقاح فايزر بيونتيك أنها ستكون موجودة في اللقاحات الأخرى وهناك طرق يتبعها أطباء المناعة والحساسية للتأكد من صلاحية اللقاح لشخص معين عندما نقوم بحملات تطعيم جماعية لعشرات الملايين من الأشخاص بالتأكيد ستحدث هناك بعض ردود الأفعال المتوقعة تعريف رد الفعل الخطير هو رد الفعل الذي يستدعي إدخالا إلى المستشفى حتى بالأمس الحالتين لم يستدعي الأمر دخولهما إلى المستشفى تم معالجة الحساسية بلحظاتها بدون إدخال المريضين إلى المستشفى فما حدث بالأمس لا يعتبر رد فعل خطير أو أثر جانبي خطير بالمقاييس الطبية أشكرك دكتور بلال زعيتر الصيدري والخبير في صناعات الدوائية واللقاحات كنت معنا من لندن